بسم الله الرحمن الرحيم في سياق شرحنا لمادة التحرير العربي كنا قد بدأنا في المحاضرة السابقة بشرح درس علامات الترقيم وكنا قد تعرفنا على هذه العلامات وقلنا إن سنشرح في هذا المقرر إن شاء الله تعالى عشر علامات من هذه العلامات وهي الأشهر منها وثم بدأنا بعد ذلك في شرح كل علامة منها على حدة وانتهينا في الدرس السابق من الحديث عن الفاصلة والحديث عن الفاصلة المنقوطة وسنكمل في هذا الدرس ما كنا قد بدأناه في الدرس السابق من الحديث عن هذه العلامات علامة علامة العلامة الثالثة من علامات الترقيم هي النقطة وتسمى الوقفة وهي توضع بعد نهاية الجمل التي تم معناها واستوفت كل مقوماتها بحيث تلاحظ أن الجملة التالية تطرق معنا جديدا غير ما عرضته الجملة السابقة وهذا يعني أن النقطة تقع بين جملتين الثانية تطرق معنا جديدا غير الجملة الأولى بمعنى أن الجملة الأولى مستغنية عن الجملة الثانية تماما في معناها ونضرب المثال الآتي حتى يتضح الكلام قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول عوض الحليم عن حلمه أن الناس أنصاره وهنا تم كلام الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لذلك أتينا بهذه النقطة لأن الجملة التي أتت بعده فيها حديث عن تعريف الحلم فقال وحد الحلم ضبط النفس فهذا ليس من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه انتهى كلام علي بن أبي طالب هنا وبدأنا في تعريف الحلم فقلنا وحد الحلم ضبط النفس عندها يجان الغضب وانتهينا من الحديث عن حد الحلم وبدأنا في الحديث عن أسباب الحلم الباعثة على ضبط النفس فوضعنا نقطة لأن هذه الجملة جملة جديدة مستقلة تماما عن الجملة السابقة فقلنا وأسباب الحلم الباعثة على ضبط النفس كثيرة لا تعجز المرء والحقيقة أن من الأمور الملاحظة عند كثير من الناس أنه يظن أن النقطة توضع فقط في نهاية الصفحة في نهاية الكلام في حين أن الواجب أن توضع عند نهاية الجملة حتى لو أتت النقطة في وسط السطر كما ترون في هذا المثال كانت هذه هي العلامة الثالثة من علامات الترقيم وننتقل بعد قليل للحديث عن العلامة الرابعة وهي كما ترون هنا النقطتان الرأسيتان نريد أن نتعرف على مواضع استعمال النقطتين الرأسيتين وأشهر مواضع استعمالها ما يأتي أنهما توضعان بين لفظ القول والكلام المقول أو ما يشبهما في المعنى مثل قيل لإياس بن معاوية ثم وضعنا هاتين النقطتين لأنهما تفصلان بين فعل القول القيلة وبين الكلام الذي قاله القائل لإياس بن معاوية حيث قال له ما فيك عيب إلا كثرة الكلام فهذا هو الكلام الذي قاله القائل فوضعنا بين المقول وبين فعل القول هاتين النقطتين فقال أي قال إياس بن معاوية أفتسمعون صوابا أم خطأا ولذلك وضعنا هاتين النقطتين بين الفعل قال وبين الكلام المقول قالوا لا بل صوابا وضعنا هاتين النقطتين بين فعل القول وبين الكلام المقول قال فالزيادة من الخير خير وقد وضعنا النقطتين الرأسيتين أيضا بين فعل القول قال وبين الكلام المقول مثال آخر وهذه نصيحة إليكم تتلخص فيما يأتي لاحظوا معي أنه لا يوجد في هذا الكلام فعل قول صريح هنا قيل فعل قول صريح قال قالوا قال أفعال قول صريح أما هنا قال وهذه نصيحة إليكم تتلخص فيما يأتي وقوله هذه نصيحة يفهم منها أن هذا الكلام من قوله هو لذلك لا يشترط أن يكون فعل القول صريح لذلك قلنا توضعان بين لفظ القول والكلام المقول أو ما يشبههما في المعنى لذلك حين قال هذه نصيحتي فكأنه قال أقول لكم ناصحا لا تستمعوا إلى مقالة السوء ولا تجروا وراء الإشاعات ولتكن ألسنتكم من وراء عقولكم لاحظوا أنه وضع هنا نقطتين رأسيتين للفصل بين هذا الكلام المقول وبين الكلمة المشعرة بأن هذا الكلام مقول وهو قوله هذه نصيحتي كان هذا هو الموضع الأول أما الموضع الثاني فقلنا توضعان بين الشيء وأنواعه وأقسامه مثل أن نقول أنواع الخط الهندسي ثلاثة ثم نبدأ في تعداد الأنواع الثلاثة فنضع النقطتين الرأسيتين هنا الموضع الثالث قبل الكلام الذي يعرض لتوضيح ما سبقه مثل أن نقول التوعية الصحية جليلة الفوائد إذن سأبدأ أفصل في هذا الكلام المجمل لأني قلت جليلة الفوائد ثم سأبدأ بعد ذلك في ذكر شيء من هذه الفوائد فتوضع النقطتين الرأسيتين بين هذا الشيء العام وبين هذا الشيء المفصل التوعية الصحية جليلة الفوائد ثم وضعت نقطتين رأسيتين ثم بدأت في تعداد هذه الفوائد فقلت ترشد الناس إلى اتباع الأساليب السليمة في التداوي وترك الخرافات الشائعة وتزيدهم إيمانا بضرورة التردد على الأطباء والمستشفيات وتبصرهم بوسائل اتقاء العدوى وتعلمهم طرق القيام بالإسعافات الممكنة الموضع الرابع من مواضع استعمال هذه العلامة من علامات الترقيم أنها توضع قبل الأمثلة التي تساق لتوضيح قاعدة أو حكم مثل أن أقول تحرف نون المثنى عند إضافته مثل فحين آتي بالمثال لاحظ قلت الأمثلة حين آتي بالمثال كان أقول يداء الزرافة أطول من رجليها ومثل في جسم الإنسان بعض المعادن كالحديد والفسفور والكبريت المراد بالموضع هو أن النقطتين الرأسيتين توضعان بعد كلمة مثل في هذين المثالين